ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة يارب تستمتعوا وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا عن نبي عليه الصلاة والسلام ويلا ما أطول عليكم خلونا نبدأ تقول صاحبتي القصة أنا مروع عمر 19 سنة أهلي غصبوني أتزوج ولد خالي ولد خالي اسمه مهند وعمره 25 سنة مهند ذا أنا ما أطيقه وما أحبه أبدا كان خفيف لدرجة مطبيعية أكره تصرفاته وكل مرة أشوفه فيها أحاول أتجاهله من وحن صغار أنا مهند ما يعجبني أبدا وكبرنا وأنا ما أطيقه بس للأسف جاء يوم وخطبني مهند وأهلي وافقي بحجة أنه مهند ولد خالي وإنسان كويس وسمعة كويسة ومحترم وأي بنت تتمناه وأنا أقول لهم يا ناس أنا ما أبيه والله ما أبيه مهند بالذات أنا أكرهه كيف أتزوجه أنا ما أتحمى الوجوده أصلا كيف أتزوجه قعدت أترجاهم وقول لهم لا تجبروني على هذا الزواج والله ما رح أكون سعيدة أمي واخواتي قاعدوا يحاول يخنعوني أني أتزوج وبعد الزواج رح أحب مهند وللأسف كل محاولاتي معهم باقت بالفشل مراضيين يسمعوني وكل تفكيرهم أني إذا أتزوجت مهند رح أحبه ورح نتعود على بعض ورح نكون سعيدين مع بعض ولما شفت أنه ما في أمل استسلمت وقررت أني خلاص أوافق على الزواج صح ما كنت مبسوطة لكن ما كنت تقدر أسوي شيء لأن أهلي عاجبهم مهند المهم تم الزواج وكان أسوأ يوم في حياتي تزوجنا وكان زواجنا طبيعي وما في أي مشكلة ومهند كان طاير من الفرح وللأمانة كانت تصرفاته معي عادية كان يحترمني ويعاملني أحسن معاملة كان يحسبني أني مستحية لأني عروس جديدة وكذا ما كان يدري أني مو طايقته أصلا ومو طايق هذا الزواج بعدها استقرينا أنا مهند ببيتنا أنا كنت أحاول أني ما أكلم مهند وما أتواصل معاه وبعد أسبوع من زواجنا صار يروح لشغله كل يوم ويرجع أكون أنا مجهزة الغداء ومجهزة كل شيء وجالسة منتظرة يعني كأني زوجة مثالية قاعد أحاول أكون كذا لأنه أمي دايما تكلمني وتعلمني تقول لي إيش أسوي وكيف أحافظ على زوجي وعلى بيتي ومن هذا الكلام المهم كل يوم أموت من القهر تزوجت إنسان ما أبي كيف رح أكمل حياتي معاه بس إيش أسوي ما بيدي شيء بعدها مهند انقلب 180 درجة ما أدري إيش صار له في البداية كانت صرفاته عادية بس بعدها صار يغار عليه غيره مطبيعية يعني إذا جاء أحد على طول يقول لي أدخل الغرفة ولا تطلع أبدا ولما كنا نروح عند أهلي أو عند أهله كمان نفس الشيء كان يدقق على ملابسي يقول لي ألبسي ملابس ساتر ولا تحط لي مكياج ولو لبست ملابس حلوة وكشخة مرة يعصب ويقول لي إيش دي الملابس أنت فين رايحة رايحة العرس مثلا ويخليني أغير ملابسي وألبس ملابس عادية أنا ملابس جميلة وما فيها أي مشكلة وساترة لكن هو ما أدري إيش مشكلته معاي وزوجة عمي أم مهند كانت أحيانا تجي عندنا وتطلب من مهند إننا نطلع مشوار مع بعض يعني عرسان متزوجين جديد لازم نطلع عليه حابسين نفسنا في البيت لكن مهند كان يعصب ويقول لا لا ما نحتاج طلعات إحنا مبسوطين في البيت من كثر ما أم تصر عليه وتلح وتقول له عشان نطلع كان يطلعني بس كل مرة نطلع فيها مشوار كنا نرجع مع الصبين كان يعصب علي إذا شاف أحد يناظر فيني ويروح يبي يسوي مشكلة بس أنا أمنع وأحاول أهدي هو يشوف إنه ممنوع أحد يناظر فيني حتى لو بالغلط ويعصب وكأني أنا جالسة أقول لهم ناظروا فيني ويقول لي أنت السبب أنت اللي لابس ملابس تلفت الانتباه وحط مكياجي كان يلومني ويعاتبني وصر تكره أني أطلع مشوار معاه من تصرفات الجنونية لأن كل مرة نرجع للبيت ونبقى يوم ويومين ما نتكلم مع بعض يعني فوق إني متزوجة وغصب عني كمان يغار يغال ليه هو مصر أنه يكرهني فيه أكثر وأكثر ولما أقول لي صديقاتي عن تصرفاته معاي كانوا يقولولي هذا الرجال الصح أكيد لو ما يحبك ما يغار عليك ونغيره من علامات الحب إيش يعني حب؟ هذه متصرفات شخص يحب مستحيل هذا يكرهني ومصر أنه يعذبني وذا أسلوبه بالتعذيب قال حب قال كلامهم كان يضحكني أنا ما كنت أشوف هالشيء أبدا المهم استمرين على هذا الحال وكل يوم الخلاف بينني يكبر والأسباب جدا صخيفة حرفيا المهند كان يتحكم بكل شيء بحياتي وأهم شيء عنده أني ما أحط ميكب وألبس ملابس عادية وما أتكلم مع رجال وما أطلع لمكان بدون إذنه وأفكر فيه قبل ما أسوي أي شيء عشان السيد مهند ما يزعل ويعصب مني في يوم كنت معصبة كانت ضايقة فيهن الدنيا من تصرفات مهند معاي وما كنت قادرة أتحمل رحت وقلت له مهند اسمع أنا تزوجتك غصب عني ليش تتحكم فيني بدي الطريقة أنت كرهتني حياتي قلت له كلام كثير ومهند واقف ومصطوب ما قال أي كلمة قلت له خير إن شاء الله إيش فيه؟ بالعادة ما تسكت أبدا إيش بك ساكت وما قلت شيء قل بصوت هادي مروه من جد أنت مجبورة على الزواج مني قلت له إيه وأهل اللي جبروني حاولت معهم كثير أني ألغي هذا الزواج بس ما قدرت ما حت سمعني أجبروني على الزواج وهم يعرفون أنه أنا ما أبيك هنا تغيرت ملامح مهند كان بحالة صدمة وذهول وهم صدق الكلام اللي سمعوا وأني كمان اتفاجأت يعني معقول من بداية الزواج أنا ما لاحظ إني مجبورة على هذا الزواج قال لي طيب ليه ما قلتي هالشي قبل ما نتزوج قلت له يعني إذا قلت لك قبل الزواج إيش رح يتغير رح تلغي هذا الزواج مثلا هنا عصب وناظر فيني قال لي هذا زواج ماهو لعبة إذا ما كانوا الطرفين متفقين ويحبوا بعض المفروض من هذا الزواج ما يتم لأنه بهذه الطريقة رح يدمروا حياة بعض ورح تكثر بينهما المشاكل وما رح يكونوا مبسوطين وأساس الحياة الاتفاك جالس يقول هذا الكلام وأنا جالسة أفكر ويقول بيني وبين نفسي إيش يقصد مهنت من هذا الكلام يعني هو معاه حق بس بنفس الوقت إحنا الطرفين كانت تصرفاتنا غلط من البداية أنا ما أبي مهنت هو كمان تصرفاته جدا مزعجة معاي أكيد هو ما يحبني وكان مجبور على الزواج مثلي الحين أكيد يحط الحق عليه ويقول أنا السبب قلت لي نفسي ما رح أعطيه هذه الفرصة وأخلي يخليني أنا السبب وبعدين نفترقوا الكل والومني ويقول إنه أنا سبب فشل زواجنا وإني ما عرفت أحافظ على زوجي وبيتي هنا جتني فكرة وقلت له طيب يا مهند إيش رايك نفتح صفحة جديدة ونبدأ حياتنا من جديد يمكن يكون فيه أمل إنه نكمل مع بعض نعظر فيني وابتسم قال لي من جد تتكلمين قلت له إيه قال طيب أتمنى هالشي قلت له خلاص من اليوم نبدأ صفحة جديدة وأنا كل تفكيري إني خلاص رح أحط اللوم عليه لأنه ما رح يقدر يكمل معاي هو اللي رح يطلب الانفصال المهم ما أطلع أنا الغلطانة ويروح يقول للناس إني أنا السبب قلت له طيب أنا موافقة بس عندي شرط قال لي عادي أطلبي أي شي تبيه أنا موافق قلت له كيف موافق بدون ما تعرف إيش الشرط قال لي إيه أنا موافق أطلبي اللي تبيه قلت له طيب أنا بس شرطي إنك تبطل غيرة أنا مشكلتي الوحيدة غيرتك الزايدة قال لي طيب موافق رح أخفف غيرتي بس إنتي لا تسوي أشياء تخليني أغار قلت له تمام خلاص من اليوم ببدأ أخلي مهند يكرهني ويطلقني وافتك منه وأرجع لبيت أهلي وفعلا بدأنا صفحة جديدة وكأنه أول يوم زواج لنا كنا متحملين بعض ونتكلم مع بعض ونحاول ما نزعج بعض أبدا وأنا أي شي مهند ما يبيه أو ما يحبه ما كنت أسويه ومهند كان مبسوط لأني صرت أسمع كلامه وأسوي الشي اللي يبيه وهو ما كان يعصب كان التصرفاته طبيعية كان يدلعني ويسمعني كلام حلو لما كنت ألبس ملابس عادية يقول لي تجنني والملابس لا يقع عليك ومن هذا الكلام وأنا كنت أستحي واستمرين على هذا الحال أنا ومهند ما كان يصير بيننا مشاكل بس أنا ما كنت بهالشي أبيه يكرهني ويميل مني ويطلقني بس ما صار هالشي مع أني كنت أسوي أشياء تعصب بس هو يحاول يكون هادي وما يزعجني وقلت لنفسي لازم أسوي شي يخلي مهند يعصب مني وما يتحملني كلمت صديقاتي وعزمتهم عندي في البيت رحت من الصبح أجهز في البيت وسويت حلويات وطلبت أشياء من برة ولبست ملابس حلوة وحطيت ميكياج كأنه عندي حفلة طبعا سويت كل شي بدون علم مهند يعني بعد ما طلع من البيت وطلبت من صديقاتي يجوا عندي بعد ما يرجع هو من دوام وبساعة رجع مهند وانصدم لما شافني كيف لابسه وحاطه ميكياج قال لي خير إن شاء الله يشفي قلت له لا ولا شي بس صديقاتي جايين عندي وحبيت إني يضبط نفسي عشان ما يقولوا إني بعد ما تزوجت صرف دهم لنفسي قال لي طيب ليش ما علمتيني قلت ليش أعلمك صديقاتي وطلبت منهم إنهم يجوا لعندي فينا المشكلة قال لي كيف تسوي شي بدون ما تعلميني يعني أقل شي يكون عندي خبر إنه في ناس رح يجوا عندنا قلت له أنا ما أعتقد إنه سويت شي غلط قل لي طيب طيب متى جايين قلت له بعد ساعة ناظر فيني وقل لي بعد ساعة قلت إيه بعد ساعة قال لي خلاص مو مشكلة أنبصتي مع صديقاتك وأنا طالع من البيت وبس يروحوا صديقاتك كلميني عشان أرجع قلت له تطلع الحين بس توك واصل قل لي إيه خلاص بطلع عشان تمبصتي مع صديقاتك وتأخذ راحتكم قلت له طيب ما تبيت تغدى قل لي لا باكل برة قلت له تمام براحتك وطلع هو من البيت أنا بزل لحظة انقهرت صح هو عصب بس تركني وراح تركني عشان أخذ راحتي وانبصت مع صديقاتي ما توقعت انه يصير هالشي حسيتني ظلمته واني أنا اللي قاعد أسوي مشاكل المهم جاء صديقاتي وانبصتنا مرة ولما عرفوا انه زوجي ترك البيت عشان ناخذ راحتنا قاعدوا يقولون لي انت مو عارف تقدر النعمة اللي انت عايش فيه ومن ذاك اليوم صرت أسوي حركات زي كذا وأزعج مهند وأخليه يعصر بس هو كان يحاول انه ما يعصب وما يخليني أزعل وأنا كل يوم أتمادى أكثر بتصرفاتي وهو المسكين كان متحمل غصبا عنه أنا مو عارفة ايش أسوي عشان أخليه يعصب مني ويتركني ومليت وأنا أحاول معاه هو متحملني لأبعد درجة وأنا خلاص مليت وتخشت من تصرفات صح بالبداية كنت أكره ومتضايقة منه بس الحين تغيرت نظرت له بس مو عارفة ايش أسوي وكيف أتعايش معاه اكتبولي في الكومنتات وبس والله انتهت قصتنا لليوم أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة